موسيقى مشاهدين الكرام مساء الخير أهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجوية لليوم الخميس 10 جوان 2021 وليتواصلت فيه درجات الحرارة على نفس الواتيرة مستويات تتمثل الأرقام والمعدات العادية للفترة هذه اليوم درجات الحرارة ظهرا كانت من بين 27 إلى 32 درجة في كل مناطق شمال في المرتفعات وفي الولايات الشرقية في حين تروحت من بين 33 إلى 37 في بقية الجهات وجديد في تقصي اليوم هو تقلص في حدة وفعل تريح معدل سراتها تقريبا تراجع إلى مدون 30 كم في الساعة مختلف الأنصر كانت ممكنة وقبل أن البحر كان قليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية خصية تقصي اليوم شوفهم كالعادة من خلال تسلسل لصور القمارة الاصطناعي ولميز حالة سماء وظهور سحب قليل على كامل البلد كثفة تدريجيا في فترة ما بعد ظهر في المناطق الشرقية للشمال والوسط تكونات ترادية كانت مرصودة إضافة إلى نزول بعض الأمطار المحلية والمتفرقة ليلة تقصي إلى قليل سحب على كامل البلاد هبوب الوئية البحرية مازال متواصل رياح في أغلبها من قطع الشمال بالشمال الشرقية بالوسط وبالجنوب سرعاتها لا تتجاوز مستوى 30 كم في الساعة ودرجة حرارة ليلة تكون من بين العشرين إلى ستة عشرين درجة خلال يوم الغد إن شاء الله تقصي بخصوصيات صيفية ارتفاع تفيف متوقع في درجة حرارة في عدد من الولايات وأجواء في أغلبها مشمسة إلى قليل تسحب على كامل البلاد كالعادة قدموكم قراءة تفصيلية لدرجة حرارة قصوى المتوقع في مختلف ولاية بلادنا بتونس العاصمة توقع تزجيل 28 درجة قد نسجل 31 بيجيط الوطن القبلي 32 في زغوان 29 في أقصى شمال في بنزرت في مناطق الشمال الغربي درجة حرارة ظهرا بيجيط تصعد إلى مستوى 32 في باجا في سليانة 34 في جندوبة و30 بالكاف بمناطق الوسط قد نسجل 29 بتالة 34 بالقيروان بيجيط الساحل بسوسة درجة حرارة ظهرا نكون في مستوى 31 قد نسجل في مناطق المنستير بالمهدي بيسفاقس بيزرقارقنا سيديبوزي 33 و31 في القاسرين وفي مناطق الجنوب الغربي درجة حرارة بيجيط تكون في حدود 34 في غفصة 35 في توزر في كبلي 34 قد نسجل 28 في جابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي لبلاد بجزيرة جربة درجة حرارة ظهرا تكون في حدود 29 31 في مدين في تتوين وفرمادة بالنسبة للملاحة وصيد البحري بسوحن الشمالية منطقتين سيرات وخليس تونس ريح في غلبة من القطاع الغربي جنوبية غربية فشمالية غربية سرعتها من 10 إلى 20 عقد والبحر يكون قليل الاضطراب بالشمال بخليس حمات وبجيط الساحل ريح شمالية غربية فشمالية شرقية سرعتها لا تتعدى مستوى العشرين عقد والبحر يكون قليل الاضطراب وبمنطقتين الشابة وجربة وصولا إلى الجرجيس ريح شمالية شرقية فجنوبية شرقية سرعتها أيضا من 10 إلى 20 عقد والبحر يكون قليل الاضطراب كل عادة انقدمكم فكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية 26 درجة بينوكشوت سحب قليل بالدر البيضاء بالجزائر قد نسجله 26 درجة بترابلوس حرارة مرتفعة بالخرطوم تصل إلى مستوى 44 نتوقع أن تقسي كونسافي بالقهرة 38 درجة بالبقاء المقدسة تقريبا درجة حرارة تكون في مستوى 45 في المدينة منورة 47 في مكة المكرمة أجواء مغيمة بالدوحة تقسي كونسافي بأبوذبي بمسقط 36 44 في الكويت حرارة تكون في مستوى 39 في بغداد سماء صافية بالشرق الأوسط درجة حرارة ظهرا تكون في مستوى 31 في دمشق 26 في بيروت 29 درجة بالقودس شريف أجواء قليلة سحب في إسطنبول 26 درجة وبأوروبا نتوقع ظهور سحب قليلة برومة 29 درجة مؤشرة بعض الأمطار الرعدية في فيينا 26 سحب عبره في برلين في أمستردام في بروكسل لندن باريز 28 29 بجونيف تقسي ممتر 28 في مارسيليا مدريد 34 و27 بلا شبونة تطور الوضع الجوي خلال أيامات القليلة القادمة تكونوا معانين بنهاية أسبوع بمواصفات صيفية خالصة تقسي في أغلب قليلة سحب بالشمال مغيم جزئيا بالوسطة وبالجنوب خلال يوم السبت رياح تكون في أغلبها من قطاع شمالي بالشمال الشرقية بالوسطة وبالجنوب ضعيفة إلى معتدلة الأنشطة البحرية ممكنة بما في ذلك السباحة البحرية يكون قليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية ودرجات حرارة ظهران تكون من بين 34 إلى 38 درجة في المناطق الداخلية أقل نسبيا قرب سواحل وين تتراوح الأرقام ظهران من بين 28 إلى 32 درجة خلال يوم الأحد تكونوا معانين بتقسى في لقليلة سحب على كامل البلاد رياح تتوصل في أغلبها شمالية بالشمال شرقية بالوسطة وبالجنوب ضعيفين معتدل بحر هاد إلى قليل الاضطراب وقد نسجلوا ارتفاع نسبي في درجات الحرارة موعد شروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد الشروق إن شاء الله بيشكون في الساعة الخامسة إلا دقيقة والغروب في الساعة سابقا وتسجل المزيد والارشادات تنظروا بقنوات الاتصال الخاصة بالمعهد الوطني لرست الجوي موقع الويب تردو بلو الموازع الصوتي وتنجم وتتفعلوا معنا من خلال صفحة فيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات السلاة بمدينة تونس اليوم الغد السلاة الصبح بداية 23 و8 دقاء أقل جمعة من تصف نهار و 26 دقيقة ساعة العسر في الساعة الرابعة و 10 دقاء أقصرت المغر في الساعة السابعة 41 دقيقة و ساعة العيشاء بإذن الله في ساعة 31 دقيقة شكرا على حسن متابع والاهتمام إلى اللقاء